وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعازز خصوصا مراقبة الاتصالات وترغم شركات الانترنات على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر التدابير التي نشرت على موقع حكومي تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات على الإشادة عالنا بالإرهاب بما في ذلك على الانترنات هذا الصحفي الروسي يقول الهدف من تجديد العقوبات ومكافحة الإرهاب لكن هذا بمثابة توجيه مسادس فوق رؤوسنا التجارب أثبتت أن هذه الطريقة لن تخفض من التهديدات الإرهابية بل ستزيد من الشعور بالقوف وكذلك الرشوة خاصة ستضع بلدنا مرة أخرى في طريق القمع الرهيب من خلال قوانين من المفترض أنها ستحل المشاكل وستلزم الشركات المزودة بخدمة الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة ستة أشهر لنقلها إلى الوكالات الحكومية المناسبة إذا رغبت في ذلك المعارضة أدانت هذه القوانين ووصفتها بأنها محاولة لفرض رقابة تنبع